قد ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فبهت الذي كفر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء كما بيّن الله جل وعلا لما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه قال سبحانه وتعالى وهبنا له إسحاق وقال الله جل وعلا عنه لما وهب له غلاما عليما وفي آية أخرى غلاما حليما الذي هو إسماعيل عليه السلام تناسل الأنبياء من إسحاق فإسحاق له ولد اسمه يعقوب ويعقوب له ولد اسمه يوسف ولازال الأنبياء يتناسلون من إسحاق إلى مريم ثم عيسى عليه السلام ولازال إسماعيل عليه السلام له ذرية حتى وصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالأنبياء هم خاتم الأنبياء من نسل إسماعيل عليه السلام وبقية الرسل الذين ذكرهم الله تعالى بعد إبراهيم عليه السلام هم من نسل إسحاق ولذلك فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ولما ولد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غلام قال لأصحابه بعد صلاة الفجر إنه قد ولد لي الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم وقال الله تعالى عن إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم فسمى الله تعالى أبانا وجعله لنا أبا فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم في أحاديث كثيرة جدا وذكره الله تعالى في كتابه في مواضع متعددة وبين الله جل وعلا فضيلة إبراهيم عليه السلام وكيف إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فهو أمة الأمة عادة هي الجماعة الكثيرة من الناس الذين يتنوعون في أخلاقهم وفي مميزاتهم وقدراتهم فجمع الله تعالى كل هذه الأخلاق وكل هذه المميزات في إبراهيم عليه السلام فالأمة الكاملة يكون فيهم الرجل الكريم فإبراهيم عليه السلام رجل كريم الأمة الكاملة يكون فيهم الشجاع فإبراهيم عليه السلام رجل شجاع الأمة الكاملة يكون فيهم العالم فإبراهيم عالم الأمة يكون فيهم الزاهد فإبراهيم زاهد الأمة يكون فيهم العابد فإبراهيم عابد يكون فيهم المجاهد فإبراهيم مجاهد يكون فيهم الداعية فإبراهيم داعية ولذلك لما جمع إبراهيم عليه السلام هذه الخصالة كلها سمّه الله تعالى أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأمرنا الله تعالى باتباع ملته ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين فليس فيه شرك عليه السلام ملة إبراهيم تتضمن التوحيد لله تعالى والإيمان التام به تتضمن الصبر على البلاء تتضمن دعوة الناس إلى الله تعالى تتضمن الكرم تتضمن الشجاعة تتضمن الصبر على الأذى تتضمن الدعوة إلى الله تتضمن الرحمة تتضمن الحلم تتضمن أن يكون العبد أواها منيبا عابدا لله تعالى متقربا إليه فأمر الله تعالى أن نتبع ملة إبراهيم الملة الرئيسية وهي الإيمان والتوحيد لله تعالى وعدم الشرك ثم كذلك الأخلاق التي كان يتخلق بها نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام تكلمنا في جزء سابق عن عدد من أخلاق إبراهيم عليه السلام وعن الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عنه تعالوا نتكلم اليوم عنه ما الحاجة إلى الكلام عن إبراهيم عليه السلام بل الكلام عن إسماعيل والكلام عن إسحاق ما الحاجة إلى الكلام عن نوح وإدريس وشعيب والأنبياء ما الحاجة إلى ذلك أن هؤلاء أنبياء بشر جعلهم الله تعالى بشرا حتى نقتدي بهم ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله يعني الأنبياء فبهداهم اقتده يعني اقتدي بأولئك الأنبياء ذكرنا لك قصة نوح في طول الدعوة اقتدي به في الصبر على الدعوة ذكرنا لك قصة بلاء لوط عليه السلام مع قومه أصحاب الشهوات اقتدي به في الصبر على أمثال هؤلاء والتعامل مع أصحاب الشهوات ذكرنا لك قصة شعيب وكيف كان يعيش في واقع اقتصادي مليء بالغش وأنواع الأكل أموال الناس بالباطل فأصبر على ما تجد من قومك من هؤلاء من أمثالهم فبهداهم اقتده وقال الله تعالى لنا لما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فنحن نذكر الأنبياء للاقتداء بهم نذكرهم لتتعلمهم أبناؤنا ويعرفهم الأجيال يعني ينبغي إذا ذكرت اسم نوح تبادر إلى ذهن ولدي مباشرة قصة سفينة نوح عليه السلام قصة نوح مع ولده إذا ذكرنا قصة شعيب مباشر يقفز إلى ذهن ولدي قصته مع قومه وهو يقول لهم لا تنقص المكيال والميزان إذا ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام يتبادر إلى ذهن ولدي مباشرة قصته مع ولده إسماعيل قصة إبراهيم في تحطيمه للأصنام إذا ذكرنا قصة غيرهم من الأنبياء ذكرنا قصة إدريس ذكرنا قصة إلياسين ذكرنا أنواع من هؤلاء الأنبياء وهود وصالح مباشرة يقفز إلى ذهن السامع قصتهم حتى يكون عالما بما عاشه أولئك لذلك نتحدث اليوم عن أبي الأنبياء و إبراهيم هو خليل الرحمن و اتخذ الله إبراهيم خليلا و الخلة هي أعظم مراتب المحبة و اتخذ الله إبراهيم خليلا و محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه و أفضل الأنبياء هم محمد صلى الله عليه وسلم و إبراهيم صلى الله عليه وسلم و قد التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإبراهيم قلوا عليه الصلاة و السلام لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام و أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء و أنها قيعان يعني هي أرض صالحة للزراعة فيها ماء طيب و أخبرهم أن غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر التقيا فأوصى إبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بهذا بالإكثار من الذكر و من يموت من أبناء المسلمين دون الحنث دون الحلم يعني دون الخمس عشرة سنة أو دون أن يبلغوا فإنهم يكلون في كفالة إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة و يعود إلى أبائهم اتصال إبراهيم و التصاق إبراهيم و التواصل إبراهيم و علاقة إبراهيم بأمتنا هي علاقة قوية و لذلك حق أن نتكلم عن إبراهيم تكلم عن صبره عن دعوته عن أخلاقه عن مواقفه مع قومه عن طريقته في الحوار مع قومه عن شجاعته عن بلائه عن حكمته عليه الصلاة و السلام نتكلم عنها بإذن الله تعالى و في كل حلقة نأخذ آية من هذه الآيات نبدأ معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بقول الله جل وعلا و لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل و كنا به عالمين نسأل الله لنا و لكم التوفيق و أن يوفقنا و إياكم لكل خير و أن يسبغ علينا و عليكم نعمته ظاهرة و باطنة و أن يحيطنا و إياكم بحفظه و رعايته و حمايته شكرا